بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيرينا محمدنا وعلى آله وصحبه أجمعين أعزائي متباين موقعنا التاوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة إن شاء الله نتكلم مع بعض عن موضوع مهم جدا وهنقش مع بعض ونتعرف على أشهر أو أفضل المواقع العربية اللي ممكن من خلالها تتعلم مهارات جديدة تتعلم مواد جديدة تتعلم عبر الإنترنت التعليم عبر الإنترنت أصبح يعتبر عالم موازي للتعليم التقليدي التعليم الحكومي في الدول التعليم على الإنترنت أصبح أكثر شهرة أصبح أكثر أهمية ده لأنه يفتح لك مجالات كثيرة جدا كذلك أنه مجاني تماما مش محتاج أن تدفع أي حاجة عشان تتعلم أي شيء أنت عايز تتعلمه النهاردة إن شاء الله نتكلم معكم عن ثلاث مواقع مميزة جدا وهما أشهر مواقع عربية بتقدم خدمة التعليم المفتوح عبر الإنترنت وهنتعرف على مميزة وخصائص كل مواقع من المواقع دي في البداية هنبدأ مع موقع إدراك وموقع إدراك الحقيقة يعتبر هو من المواقع الرائضة في التعليم المفتوح وهو بيتم أو الموقع تم تأسيسه بالشراكة مع موقع إليكس وهو ضبعا ده يعتبر موقع إليكس من أشهر موقع التعليم المفتوح في العالم وطبعا الموقع عامل شراكة مع جماعات عريقة زي جامعة هارفرد على سبيل المثال موقع إدراك بيوفر لك مجموعة من الخصائص والمميزات اللي بتسعبك على مش بس تتعلم لا أنك كمان تستفيد بالتعليم اللي انت تعلمت لها الموقع بيوفر لك مجموعة من المساقات أو بنسميها مثلا الكورسات اللي من خلالها بتقدر تنمي مهارتك من خلالها بتقدر تكتسب معلومات ومهارات جنيدة مش بس كده الموقع كمان بيوفر لك أنك تقدر تحصل على شهادة مجانية أن أنت أتممت أو أن أنت أصبحت محترف أو أنت أتممت مساق معين على الموقع طبعا زي ما انا شايفين المزايا اللي انت بتحصل عليها مع منصة إدراك إنك بتاخد تعليم مجاني تعليم على الأعلى مستوى الناس اللي كافت الناس اللي بتطرح مساقات على إدراك طبعا دي ناس أكاديمية ده كدر على أعلى مستوى تعليم من أعلى طراز بتحصل عليه مع منصة إدراك بتاخد محاضرات كمان مرئية نص دفاعلي بتجاوب مع الشخص الموجود في الفيديو كمان بتحصل على واجبات بتحلها بتطبق من خلالها اللي انت تعلمته طبعا ده بالنسبة للمساقات الخاصة بمثلا زي برمجة زي اللي اللغات تتعليم اللغات كل الحاجات دي بيقى فيها حلول وتمارين لمساعدتك على مراجعة اللي انت درسته كمان بتحصل بعد النهاية بعد نصك زي ما قلنا على شهارة إتمام وليه تقريبا في معظم المساقات المتوفرة على منصة إدراك لو شفنا منصة إدراك زي ما احنا شايفين دلوقتي دي مجموعة من المساقات اللي بتوفرها المنصة كافة المجالات موجودة فيها تسويق إلكتروني عمل حر لغات برمجة معظم الاهتمامات الخاصة بيق هتلاقيها بإذن الله وهتلاقي لها مساقات موجودة على الموقع تقدر من خلالها تتعلم المساقات دي وتكتسب مهارات وخبرات جديدة المنصة التانية معنا هي منصة رواق وطبعا منصة رواق من المنصات المميزة وهي لا تقل عن منصة إدراك في شيء منصة مميزة جدا بتوفر لك مجموعة كبيرة جدا من المواد اللي تقدر تدرسها تقدر من خلالها تقدر من خلالها انك تدرس وتزود معلوماتك أو مهاراتك تقدر من خلالها انك تستغل وقت الفراغ لو انت عندك وقت فراغ او لو انت عايز تتعلم مجان جديد او تدخل مجان جديد تقدر تستفيد من الموقع في التعلم واكتساب مهارات جديدة زي ما احنا شايفين ده الموقع طبعا لو لاحظت كل اللي بيقدمه مساقات للقلوم ناس على اعلى درجة من العلوم ناس خرجين من اعلى من افضل الجامعات وناس يعرفهم ازاي يقدمه تعليم بشكل اكاديمي تمام طبعا اللي موقع او منصة رواق عاملة شراكة اكاديمية مع العديد من الجهات العلمية الموايزة وزي ما منصة ادراك بتعمل منصة رواق بتوفر لك مجموعة من المحاضرات والتمارين واللي من خلالها بتقدر انك تنهي المصدق او تنهي الكورس او بتنهي المادة اللي بتدرسها وبتحصل في النهاية على شهادة اتمام بان انت اتمامت المجال ده المنصة زي ما احنا شايفين بتوفر مجموعة كافة الفئات موجودة عندك الى الطب هندسة العلوم الاجتماعية للقتصادر والتكنولوجيا والثقافة بتوفر لك العديد من المواد اللي تقدر تدرسها في كافة المجالات زي ما احنا شايفين مجموعة كبيرة جدا من المساقات كافة اللي بيقدموا المساقات دي كافة اللي بيقدموا المساقات دي ناس على اعلى ثراز من التعليم والتدريب بتقدر من خلال المساقات دي انك بتشوف المجال اللي انت عايز تستفيد منه او عايز تتعلم فيه بتبدأ ثابع المساقات دي وبعد ما تخلص المساق بتحصل على شهادة اتمام تغلط منصة معانا هي منصة زيلي والمنصة دي هتبقى مختلفة عن المنصتين السابقتين لان منصة زيلي هي مختصة في العلوم الشرعية العلوم الاسلامية تجويد الفقه التفسير الاحاديث وغيره اه منصة اه حبيت اختم بيها اه نظرا انها بتوفر اه اهم طبعا العلوم هي العلوم الشرعية اللي بتقدر من خلالها تتعرف على اه تعليم الدين الاسلامي بتقدر من خلالها تعرف على اه او تتعمق بشكل اكبر في اه الدين الاسلامي اه طبعا اه هي مختصة في العلوم الشرعية فقط وبتقدمش اي علوم اخرى زي ما احنا شايفين هي بتوفر لك اه زي ما شايفين اه ثقه اه تفسير تعامل مع القرآن اه اه اعبادات وغيره من المساقات اللي من خلالها اه بتقدر تزود حصلتك العلمية عن الدين الاسلامي اه وهو طبعا منصة زيلي منصة مبيزة اه بنصحك انك اه تستفيد من العلوم والمساقات الموجودة على المنصة ده كان حدثنا النهاردة اه والحمد لله عن مجموعة من المواقع او المنصات اللي تقدر من خلالها تستفيد وتستغل من وقت فراغ اه تستقدر تستفيد من العلوم المتاحة بالمجان تقدر تستفيد باسلوب تعليمي اكاديمي مميز بتقدر كمان تستفيد من تعليم مجاني مفتوح بيوصلك لحد عندك مكان من انت موجود بدون اي مشكلة بتقدر تعلم اه مجالات جديدة بتكتسب خبرات جديدة وفي نفس الوقت بتستفيد وبتحصل على اه شهدات اه 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 اتمام لله المواد اللي انت آآ اه ثمتها على المواقع او المواد اللي انت آآ درستها على اي منصة من المنصات دي اتمنى رب تكونوا استفدتم من الفيديو آآ وان شاء الله معاكم في فيديوهات آآ قادمة للحديث عن طرق موايزة للتعليم المفتوح. أتمنى ربكم الفيديو أعجبكم. اتنسوش تعملنا لك للفيديو واشتراك في القناة بتاعتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.